أهلا بكم من جديد مواصلة لتغطياتنا المباشرة من ملعب نيلسون مندلة في أدراتنا الملعب الملحق للملعب الرئيسي ملعب نيلسون مندلة ببراقي بالعاصمة في أدراتنا انطلقت الحصة التدريبية الخاصة بلعب المنتخب الوطني المحل استعدادا لدخول غمار بطولة أمم إفريقيا للعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر بداية من الثالث عشر من الشهر الجاري وإلى غاية الرابع من فيفريا المقبل بطولة ستحتضنها الجزائر وتعد فرصة مهمة لأشبال النخب الوطني مجيد بوغرة من أجل قول كلمتهم خلال هذه البطولة الإفريقية للعبين المحليين والتي يعلق عليها الجزائريون أمالا كبيرة وعلى المدرب مجيد بوغرة لقيادة المنتخب الوطني المحلي طبعا التربع على عرش المنتخبات الإفريقية التي تضم لعبين محليين ولم لمت جراح الجزائريين كما قلنا عقبا أن كسات التي عاشها المنتخب الوطني الأول بقيادة بالماضي السنة الفارطة منذ بدايتها إلى غاية نهايتها الخروج من كأس إفريقيا وعدم الذهاب إلى كأس العالم وحتى الأداء المتذبذ في المباريات الودية رأينا ذلك أمام مالي والسويد وبالتالي كانت سنة سوداء على الكرة الجزائرية بقيادة المنتخب الأول والأمال كما قلت معلقة على المنتخب الوطني المحلي بقيادة مجيد بوغرة الذي نشاهده في هذا الأثناء بالملعب الملحق لملعب نيلسون مندلا ببرقب العاصمة أين يتواجد زمينا محمد قريشي ليصف لنا الأجواء عن قرب بما أننا نشاهد صورة عامة فقط محمد قريشي مرحبا بك الأجواء داخل بيت المنتخب يعني حسب ما نرى تبدو جيدة وتركيز كبير من طرف اللاعبين والمدرب مجيد بوغرة هل لك أن تعطينا تفاصيل أكثر حول ما يجري داخل مجموعة المنتخب الوطني تفضل محمد أكيد فعلا تحية لك حسام ولمشاهدين كما قلت في هذا النقل المباشر من ملحق ملعب نيلسون مندلا أين يجري في هذه الأثناء المنتخب الوطني المحلي الحصة التدريبية الرابعة في آخر تربص سعدادا لشان الذي سيستهله المنتخب الوطني بنية المباما ابقى التاج واللقب القاري هنا داخل الجزائر ولا يمكن أن يغادر بأي حال من الأحوال إلى وجهة أخرى غير الجزائر على كل حال هذا ما تمناه وهذا ما نطمح له أكيد الأجواء جميلة وجميلة جدا بين عناصر النخبة الوطنية ومجيد بوغرة في عملية التسخينات يشارك لاعبه حتى ربما يزيل عنهم الضغط الذي بدأ اللاعبون يشعرون به مع مرور الأيام ومرور الوقت لشان يقترب الضغط يزداد الكل على دراية تامة ويشعر بالمسؤولية التي هي على عاتقه خاصة وأن المنتخب سيكون مدعم بجماهيره الغفيرة والمنتدرة هنا بملعب نيلسون مندلا وطيلة الدورة هذا ما يكون الدفعة المعنوية الإضافية لهذا المنتخب الذي يعتبر هو تشكيل من خيرة تلاعب البطولة الوطنية ونحن نعلم الرحلة الماراتونية التي قام بها مجيد بوغرة رفقته طقمي من أجل إنهاء القائمة واختيار الأنسب والأمثل لهذا الاستحقاق القرية المهم والمهم جدا لذلك أن نعلم حجم الجهد الكبير والكبير جدا الذي بدله مجيد بوغرة استعدادا لهذا الموعد هم خيرة لاعبية البطولة الوطنية رغم كل ما يقال عليها من تراجع في المستوى من بعض المباراة التي لا ترقى لطموح ورغبة الجماهير لكن لا يمكن أن ننكر أن اللاعب الجزائري لديه الموهبة لديه كل ما يلزمه حتى يكون اسماً لامعاً ونجماً حتى في صفوف النوادي الأوروبية والنوادي العملاقة والأمثل الكثيرة وعديدة ولا تعد ولا تحصى على كل الندين كل التقى في هذه التشكيلة وهؤلاء اللاعبون الذين هم أيضاً يدفعون عن المنتخب الوطني عن الراية الوطنية كما كانت لنا في التصريحات اللاعبين الذين مروا عبر المنطقة المختلطة كلهم أكدوا بأن الجميع لديه هدف واحد وهو إسعاد الشعب هذا المنطقة والذي أفرح وأسعاد الشعب في كأس العرب وعاد من قطر بالتاج العربي اليوم هو على موعد مع استحقاق ومهمة أخرى هي كأس إفريقيا للمحليين نتمنى أن تبرى كما يجب الجزائر البلد المضيف بملاعبه الجميلة بأجوائه الجميلة بشعبه المضياف بالبلد المرحب بضيوفه أكيد نتمنى أن تكون ختامها مسك للمنتخب الوطني والشعب الجزائر كما تشاهد معي في صور حسام عملية الإحماء قبل الخوض ربما هو مسموح فقط بربع ساعة لوسائل الألام لنقل الحصة التدريبية قبل الدخول في الأمور الجدية والأمور التكتيكية التي يساعد بها مجيد بوغرا لأشان وقبل المباراة التلويدية التي تتجمعه بمنتخب البلاك ستارز المنتخب الغاني المتوجد حاليا في الجزائر المباراة بورميجت على ملعب نيلسون موندلا يوم السبت المقبل حتى يتمكن رجال مجيد بوغرا من أخذ المعالم ولو أن هذه المباراة جاءت متأخرة لهذه التشكيلة في هذا الملعب نعلم أن المنتخب المصطدف عادة يجب أن يكون له كل الفكرة عن الملعب الذي سيستقبل فيه المنتخب على العمومية أمور طريقة وظروف هكذا شاءت الظروف أمام هذا المنتخب على كل كما قلنا الأجواء كبيرة التقى كبير التركيز كبير وعالي جدا لدى رفق الطاهر ومزيان والبقية نعمل أن تكون إطلاقا متاليا لهذا المنتخب حسن نعم وكما هو معلوم ملعب نيلسون موندلا ببراقه وتحفة جديدة تضاف إلى جملة مكاسب الكرة الجزائرية يعني محمد كيف ترى انطباع اللاعبين حول هذا الملعب هذا الصرح الجديد الذي سيكون مسرحا لمبارايتهم خلال هذا الشعب فعلا هو تحفة ولوحة جميلة وجميلة جدا تدخل مكاسب الجزائر المكاسب الرياضية تحفة أتارت إعجاب اللاعبين كما تثير إعجاب كل من يزور هذا الملعب ملعب نيلسون موندلا ملعب بمقاييس عالمية يسمح بمشاهدة ومتابعة وإجراء مباراة في كرة القدم بكل أريحية سواء بالنسبة لللاعب وبالنسبة للجماهير التي تأتي للملعب من أجل متابعة المباراة أكيد الكل سعيد بهذا الصرح وهذا الملعب الذي كما قلنا سيكون ملعب المنتخب الوطني في هذه الدورة الكل يأمل أن يدشن هذا الملعب بفوز كبير وسيبقى في التاريخ وللداكرة المباراة الأولى الرسمية للمنتخب الوطني على هذا الملعب انتهت بفوز سيكون أمر جميل وجميل جدا الكل في ظروف مريحة ومريحة جدا سواء في ظروف التربص التربصات التي سبقت هذا الموعد الظروف التي توجد فيها المنتخب الوطني الكل سعيد بالمعطيات والظروف على أمل كما قلنا أن تكون انطلاقة إيجابية ومثالية لهذا المنتخب الذي يستحق كل الدعم والتشجيع لأنهم لاعبون من خريجية البطولة بطولتنا بطولة الجزائر البطولة المحلية التي نتبع كل أسبوع بين النوادي المختلفة والصراع على اللقب والصراع على كأس الجمهورية وتنقلات الأنصار من مدينة إلى أخرهم نجوم البطولة اليوم الذين يشكلون منتخب الوطني المحلي ذلك كل أنصار النوادي الأخرى سيكون وراء هذا المنتخب ستكون فرصة يعني محمد لو تسمح لي فقط هذه البطولة سوف تكون تحت أعين المراقبين يعني طبعا خاصة من الأندية الأوروبية لاستياد العصافير النادرة من القارطية الأفريقية وبالتالي هي فرصة أيضا لللاعب المحلي من أجل البروس أليس كذلك؟ فعلا كما قالها باتريس موتسيبي قبل أيامنا الآن قال بأن كان له أصدقاء من كشفي المواهب والذين يبحثون عن الأسماء اللامعة في مختلف دول العالم قالوا بأنهم سيكونون حاضرين هنا في الجزائر خلال الشان بحثا عن محمد صلاح جديد عن رياض محرس جديد عن صاديو ماني جديد عن أسماء لأن القارة الإفريقية بمختلف منتخباتها وليس فقط المنتخب الجزائري لها خزان من المواهب والأمثلة كثيرة ديدي دروكبا ساموال إيطو رياض محرس كما قلنا محمد صلاح اسلام سليماني هلال العربي سوداني أسماء خرجت من البطولات الإفريقية لتغادر إلى أوروبا وتحترف في أعرق الأندية الأوروبية وتصبح اسما بارزا في عالم الكراء العالمي لذلك هي صحيح دورا للمتخبات المحلية لكنها ستحضر باهتمام واسع وكبير جدا خاصة من عمالقة أوروبا الأندية الأوروبية سواء ريال مادريد، مونشستر سيتي، مونشستر يونيتد وندي ميلان، وليوفيا، لكل الأندية الكبيرة ستبعت بكشفيها ومراقبها لهذه الدورة بحثا عن العصافر النادرة، عن الجواهر الإفريقية الخالصة التي تملك الكثير من الموهبة والفنيات والقوة البدنية والجسدية نعم محمد يعني هذا ما يزيد من قيمة هذه المنافسة عكس ما يعتقد البعض يعني منافسة بطولة كاس إفريقيا للعبين المحليين ستشكل تحدي كبير جدا سواء من حيث التنظيم أو من حيث الأهداف الجماعية وهي التتويج بها البطولة وحتى أيضا على الصعيد الفردي كل لاعب يطمح للبلوز في هذه البطولة من أجل ذهب بعيدا أكيد هي دورة 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 لها من الأهمية أشياء الكثير طبعا حسام كما قلنا على المساوى الجماعي يبقى تاج ولقب قرر كل منتخب يطمح في أن يهدي هذا التاج وهذا اللقب إلى شعبه بما فيه من المنتخب الجزائري المنتخب الوطني البلد المنظم والمنتخب المصادف أكيد يطمح لإسعاد الشعب الجزائري ونحن نعلم أن الشعب الجزائري العاشق لكرة القدم يعشق الانتصارات يعشق التتويجات على اختلافها وعلى اختلاف ألوانها لذلك جماعيا هو حدث مهم جدا بالنسبة للمنتخبات فرديا كذلك أي لاعب وكل اللاعبين ينتظرون الفرصة ربما للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية وهي الفرصة التي تمنحها كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية لذلك أكيد الدورة هي دورة مهمة جدا في بلد جميل جدا في أجواء جميلة جدا في ملاعب وستكون حملة ترويجية أيضا الظروف مهيئة حتى نشاهد عرس إفريقي أكيد للجزائر أكيد التي تهدف لتنظيم منافسات أكبر مستقبلا بداية من الكان كأس أمم إفريقيا 2025 ولما لا الحلم مشروع وكل الذي أحلمنا أن نحلم لملا بتنظيم موضيال كأس العالم بهذا البلد أو في أحضان هذا الشعب الذي يحشق كرة القدم لملا وقطر فتحت تشهية لكل البلدان العربية طبعا الكل أصبح يطمح في تنظيم أكبر البطولات في العالم ونجاح قطر ما هو إلا دليل على قدرة الدول عندما تملك الإرادة السياسية بدرجة أولى ثم أيضا العمل الميداني والطموح أيضا عندما يكون حاضر كل شيء ممكن خاصة في عالم كرة القدم والجزائر طبعا تملك الطموح وتملك الإرادة وتملك كل شيء وبالتالي الحلم أصبح مشروعا أليس كذلك محب أكيد الجزائر لا ينقصها شيء ولست أقول هذا لأنني جزائري لأن الحمد لله الجزائر بلد قارة موقع جميل جدا إمكانيات كبيرة شعب يعشق كرة القدم مواهب كروية لماذا نحلم يوما ما بتنظيم كأس العالم خاصة وأن قطر فتحت شهية العرب وشهدنا ما يمكن للدول العربية والعرب عموما ما يستطيعون فعلا عندما تتاح لهم الفرصة قطر كانت الأولى لما لا تكون الجزائر التانية أو يوما ما دعنا نحلم أن نصدف كأس العالم في هذا البلد الذي يعشق كأس العالم المنافسة الأعرق ويعشق كرة القدم بصفة عامة وهو كذلك طبعا كل الظروف مواتية ونتفائل طبعا بهؤلاء الشبان نريد أن نتابعهم في هذه الأثناء من أجل تشريف الرأي الوطنية خلال هذا المحفل القاري كأس في غير الأمم لعبنا المحليين وذلك من أجل إهدائه لهذا الشعب الذي يتنفس كرة القدم نتمنى أن يكون هذا الحدث ناجحا واحتفالا وعرسا وطنيا وقريا كما قالها المدرب مجيد بوغرة مقابل الإمكانيات التي تم تسخيرها من طرف الدولة الجزائرية على مدار سنوات من أجل إنجاح هذا الحدث الكروي والطموح لاستضافة تظاهرات رياضية أكبر وأوسع إن شاء الله وفي القريب طبعا أذكر بأن هذه المنافسة ستدوم لأسبوعين وأيضا تعين كما تسمعني محمد على الجماهير الجزائرية أيضا أن تكون في مستوى هذا الحدث لإعطاء صورة مشرفة وطبعا إكمال الصورة الجميلة عن هذا الحدث وعن الجزائر بالتحديد محمد استسمحك فقط قبل أن نعود إليك يرفع على مسامعنا في هذه الأثناء أذان صلاة المغرب تقبل الله صلاة الجميلة الله أكبر الله محمد قريشي بملعب نيلسون منديلا الملعب الملحق للملعب الرئيسي ملعب نيلسون منديلا بالراقب العاصمة في هذه الأثناء الحصة التدريبية جارية لعناصر المنتخب الوطني المحلي محمد قريشي توقفنا عند الحديث عن الجماهير وكيف يمكن أن تساهم في إنجاح هذا الحدث تفضل محمد أكيد كما قلت هو الجماهير الجزائرية المعروفة بحرارتها وطبيعة اللاعب الجزائري أكيد الذي هو أيضا يعشق تواجد الجماهير في الملعب نحن نعلم الدهنية اللاعب الجزائرية خاصة وأنهم خرجوا ولعبوا البطولة المحلية البطولة الجزائرية لهم دهنية خاصة وخاصة جدا مع الجماهير هم يقدمون وحرارتهم تزيد بازدياد عدد الجماهير المتواجدة في الملعب للأمان أكيد الكل معول ولديه ثقة كبيرة في الجماهير الجزائرية تكون حاضرة وبقوة في هذا الملعب ملعب نيلسون منضلة نحن نعرف الدهنية الجزائرية اللاعب المهاري تفاعل الجمهور مع اللقطة تفاعل الجمهور مع الهجمة مع الهدف هذه هي نكهة كرة القدم ذلك لا خوف على الجماهير الجزائرية ولا خوف على هذا المنتخب بجماهيره التي ستكون حاضرة بقوة ونحن نعلم كما عودتنا الجماهير الجزائرية والمناصر الجزائرية أن يكون في الموعد وعند حسن الضن في الموعد الكبرى كما عودنا دائما تنقلات مارطونية عبر الطائرة عبر الحافلة أينما حل هذا المنتخب تذكرها ستكون بمبلغ رمزي مختلف المنافسات في الدول العربية أكيد هذا حتى ولو كانت بمبلغ غير رمزي صدقني حسام ستكون الملاعب مكتدة عن آخر لأن المنتخب هو مأشوق الجماهير الجزائرية الكل يعشق اللاعب الذي يدافع عن الرأي الوطنية بالدرجة الأولى فما بالك دورة نحن ننظمها نحن نستضيفها لجب أن نعطي الصورة الجميلة عن المناصر وعن اللاعب وعن البلد وعن وسائل الإعلام الكل مطالب بأن يساهم بما يستطيع ويلعب دوره كما دوره كما يجب من أجل إن جهد المحفل القارية العرس الإفريقي ولو عرس صغير لكنه يبقى عرس إفريقي منتخبات إفريقية وصحفة إفريقية وعالمية ستكون حاضرة أنصار المنتخبات الأخرى ستكون حاضرة بحول الله وحتى وسائل الإعلام أجنبية وأوروبية ستكون حاضرة وكما قلت أنت سابقا الباحثون عن المواهب وعن الجواهر الإفريقية من اللاعبين سيسجلون حضورهم كذلك في الجزائر لذلك جماهريا وإعلاميا ومنتخبا وفنيا ولعبا يجب أن نكون عند حجم اسم بلد الجزائر وفخامة الاسم تكفي حسن وهو كذلك ولباس أن نشير فقط محمد إلى أنه مصالح ولاية الجزائر العاصمة قد خصصت حافلات خاصة للجماهير من أجل نقلها إلى ملعب نيلسون مندل وذلك انتناقا من منتزه الصابلات بالعاصمة من أجل نقل الجماهير للملعب حافلات خاصة طبعا لنقل الجماهير إلى الملعب ملعب نيلسون مندل محمد لو نتحدث عن حضوظ المنتخب الوطني في هذه البطولة سنلعب ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا وإثيوبيا وموزنبيغ يعني عموما كيف ترى حضوظ المنتخب الوطني خلال الدورة الأول ومن ثم طبعا إلى الأدوار الأخرى إن شاء الله أكيد عادة من دورات الشان المستوى يكون متقارب ندية وتنفسها كبيرة بين المنتخبات المباراة الأولى أمام منتخب ليبي محترم ومحترم جدا المنتخب الليبي المحل الذي دائما ما يقدم مستوى كبير خلال دورات الشان وهي المواجهة الأولى التي سيخوذها المنتخب الوطني بملعب نيسون الموندل لذلك الانطلاق مهم جدا لأي منتخب في الدورة من هذا الحجم ومن هذا النوع الفوز على المنتخب الليبي الشقيق في المباراة الأولى سيعزز من التقاء وسيعطي بعض آخر لهذا المنتخب نعلم حجم الضغط الكبير والرهيب جدا الذي يسيطر على اللعب في هذه الفترة مع اختراب كأس إفريقيا هم لعبون لديهم دائما يعني هم دائما أمام المناصر الجزائر المناصرون أو الجماهر الجزائر تعرف جيدا هؤلاء لعبون من مختلف الأندية الجزائر لذلك هو الضغط زائد الكل يعول أن يكون في المستوى الكل يريد إتبات علوة كعبه وأحقياته بما كان في هذا المنتخب وتشكيلة مجيد أبو قرر لذلك الفوز في المباراة الأولى ستفتح الشاهية أما الباقي أمام منتخب إتيوبيا ومنتخب المزنبيق سيكون ربما مرتبط بالجانب الدهني خاصة لهذا المنتخب لذلك أنا أريد التركيز فقط على الموجهة الأولى التي يجب أن ندخلها بقوة بالأداء وبالنتيجة حتى نكسب ثقة أكبر ونكسب ثقة تمنحنا ربما جرأة أكثر في اللاعب والسيطرة وفرض شخصية هذا المنتخب على المنتخبات الأخرى فيما تبقى من مباراة المجموعة وبعدها لكل مباراة طابع والمباراة تختلف الآن عمل مجيد بقر سيزداد مع مغرور المباراة التركيز يجب أن يكون عالي مع مغرور المباراة والجمارة تكون أكثر قوة وأكثر سند لهذا المنتخب مع مغرور المباراة تاكيد نعم شكرا جزيلا لك محمد قريشي حدثتنا وعلى المباشر من الملعب الملحق لملعب نيلسون منديلا ببراقي بالعاصمة أين يجري في هذه الأثناء المنتخب الوطني المحلي بقيادة بوغر حصة تدريبية تحضيرا للدخول في غمار منافسة بطولة أمم إثريقيا للعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر بداية من الثالث عشر جونفي الجاري وإلى غاية الرابع فيفري المقبل حظ موفق لتشكيلة المنتخب الوطني وللجزائر في هذا التحدي التنظيمي الكبير والرياضي أيضا إفريقيا ترجمة نانسي قنقر